موسيقى تعزيزاً لقدرات الأجهزة الوطنية للتحكم في جمع البيانات النووية نظمت بالعاصمة ورشة دولية لمراكز البيانات بحضور أكثر من 62 خبيلاً أجنبياً من 40 دولة لمناقشة الاستغلال الرشيد والسلمي للطاقة النووية قارات الخمسة يشاركوا معنا مختصين في مجال دراسة كل المعلومات البيانات التي تستقبل في بركز الدولي للبيانات في فيينا وهذه المعلومات يجي من طرف 337 محطة أنشئت عبر العالم للكشف عن أي تجربة نووية سرية تقام في أي موقع جغرافي الجزائر التي ما فاتئت تدعو للحظر الشامل لتجربة نووية واستعمالها فقط لتلبية احتياجات الأمن المدني والتي تعتبر أحد الخيارات الاستراتيجية بالنسبة للجزائر إن الجزائر تفكر في مستقبالها التقوي فالطلب المسجد على الطاقة دافع بالدولة إلى أن تباشر بإطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة يرتكز أساساً على توزيع المصادر على تنويع المصادر الطاقة للضامن المستقبل للأجيال القادمة الأمنة التقنية لمنظمة حظر التجارب النووية ثمنت بدورها دعم الجزائر في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية الوراجات التي تستمر على مدار أربعة أيام سيتم خلالها تبادل الخبرات والبيانات لتثمين هذا المورد باعتبار أحد الطاقات المتجددة التي تعاول عليها الجزائر